أعلنت روسيا الاثنين أنها صدت هجوماً أوكرانياً واسعاً لطاق في دونباس في حين ناكييف التي تقول منذ شهور إنها تستعد لهجوم من مضاد كبير لم تؤكد على الفور أنها شنت هذه العملية وزارة الدفاع الروسية قالت في بيان إنه في الصباح الرابع من يونيو شنت أوكرانيا هجوماً واسعاً في خمسة قطاعات من الجبهة في تجاه جنوب منطقة دونسك مضيفة أن الجيش الأوكراني شن هذا الهجوم بست كتائب ميكانيكية وكتبتي دبابات ولم تأتي السلطات الأوكرانية على ذكر هذه الوقائع وتقول كياف منذ أشهر إنها تستعد لهجوم مضاد كبير ضد القوة الروسية